طب ما في اليام اللي فاتت اديه حد قال انتو مش عندوكوا اقوى جيش مات يلا بقى بسمعاتوش الكلام ده بسمعاتوش الكلام ده انا بكلم كل المصري مش بكلم الجيش بكلم ايه كل المصري مش بكلم الجيش ولا الشرطة ولا ولا حتى الحكومة بكلم الناس احنا العملناش ده بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام ومن نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا نفس الكلام في الاتجاه التاني وزي ما قلت قبل كده في كل المساعدات اللي اتقدمت محدش بيقول دلوقتي ليه ليه المساعدات بتخش في اسقاط جوي ما بتخشش ليه من المعبر مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حرصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة واي فرصة لنا ان احنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا او حتى من عندنا تدخل باي حد طالما المعبر مفتوحة والناس كانت كلها يقولك ايه اه لأ ده كلام اه شحنة يعني كلام ان ده مش حقيقي ده المعبر بتفل وانا قلت لكم المعبر ما بتفلش طب هم بيرموا اللقتي ليه اه عشان الشمال مثلا بعيد شوية ولا عشان ايضا في تحديات في دخول المساعدات اه من المعبر او من المعابر بس في عندنا احنا معبر احنا مسؤولين عنه دي نقطة ونقطة تانية زي ما قلت لكم كده ما اتقالش مثلا ان اه في عشر اتنشر مليار دولار خرجوا من مصر عشان المسؤولين في الدولة خدوهم لا ما حصلش ده ما حصلش وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى اذا كل جهدنا وكل امكانياتنا كانت جوة البلد دي وانا مش عايز اسيق في كلامي لا حد قبل كده عشان يعني بعتبر دي مش مش يعني لاهي من صفات الطيبة ان انا بس انا والله العظيم انا بحلب بالله والله العظيم انا ما لقيت بلد انا ما لقيتش بلد انا ما لقيت اي حاجة قال لي له خديه